صباح الفل ازايكوا عاملين ايه? يا رب بتكونوا بخير فيديو النهاردة فيديو عن اخطاء كنت بعملها او حاجات كنت بعملها اه فاكرها اللي هي صح وتلعت غلط وطبعا كلنا عارفين اللي طبعا اللي يعيش بيتعلم وانا اتعلم زي ما انتم تعلمتم مني كتير انا برضو تعلمتم منكم كتير وفي التعليقات بتاعتكم والله حاجات كتير جدا اتعلمتها منكم فمع بعض في الفيديو ده النهاردة هقول لكم كنا كنت بعمل ايه? وبقيت اعمل ايه? وايه الصح? وايه اللي تعلمتم منكم? اول حاجة معايا علبة الخضار بتاع التابر وير اه علبة الخضار بتاع التابر وير انا كنت الاول وفي كتير من نقوفي وانا برضو واحدة من الناس دي كنت بحط جوة فوطة تحت كده بفرش كلينكس او فوطة او اي حاجة علشان الخضار يمتص الميا والخضار ما يبص اه حد في تعليقات قال لي قال لي يا غدا شيلي الفوط وعمليها من غير فوط تمام? حطيها لوحدها كده وبقيت احطها على العلامة اللي هي في النص تمام? دي بحط فيها الطماطم عايز اقول لكم انا من ساعة ما عملت كده بجد فعلا الخضار عمره بطول اكتر انا مكتش قلت لكم قبل كده اللي هي مش يعني مش قد كده او يعني مش واو يعني وما زلت بقول في حاجات تانية بتعمل نفس القصة بس انا من ساعة ما عملت كده بقت الخضار احسن وبعد كده بشيل الغطى بناشفه لو لقيت في ميا بناشفه على طول كده تمام? وبحطه على الطماطم ولو اه في يعني في ميا كده من فوق في الطماطم بناشفها وخلاص بس فعلا اي علب خضار كابرور ما تحطيش فيها اي فوطة اي مناديل اي حاجة لا من غيرها احسن هي مخصصة لكده من غيرها احسن بكتير وتعملي برضو العلامة بتاعة الخضار هم هنا عاملين لك بصوا عاملين لك كل واحدة تعمليها على ايه اللي في النص تحطي فيها ايه واللي في الجنب ايه واللي على الشمال ايه هم عاملين لك الخطوات بتاعتها هنا والتعليمات بتاعتها هنا تمام? دي اول حاجة معنا ثاني حاجة معنا يا بنات المشروم انا المشروم انا لما بجيبه طبعا بحب طازق اكتر بس مش دايما بلاقيه ومش دايما ما بيكون عندي فبساعات بجيبه اللي هو المعلب كنت الاول بحط المشروم في العلبة بتاعته او بحطه في برطمان وبحطه في التلاجة من تحت في باب التلاجة ويوم والتاني على اي باز لا المشروم انت فتحتيه من العلبة خلاص وانس لسه فتحيه اخدتي مني ولا اخدتيه المية بتاعته نفسها والمشروم نفسه هتفضيه برطمان زي ما انتوا شايفين كده وتحطيه في الفريزر بس ما تخليش البرطمان لفوق زي ما اتفقنا دي احسن حاجة للمشروم هيقعد معاكي زي ما انت عايزك شهر شهرين تلاتة كل ده في الفريزر وبعد كده تطلعيه ياما تسيحيه في المايكرويف حيفضل معاكي يفتح اهو جاي فيه المشروم زي ما هو ياما تسيبيه يفوق الوحده او تيفوقيه في المايكرويف وتستعمليه عادي جدا بس المهم اللي انت تخلي معاه المية بتاعته وقبل ما تستعمليه تشتفيه جزا مرة عشان المواد الحفظة اللي فيه تروح الحاجة اللي بعد كده معانا النعناع انا النعناع كنت بجيب زي اي حد بجيب الحزمة بتاعت النعناع بحب اشربه بالشاي للمحشل اي حاجة بشرب بالشاي يعني مش بشربه بالشاي المهم يعني كنت بحط برضو في علبة النعناع لا احسن حاجة للنعناع لقيتها اللي انا اول ما جيبه طوزة اروح اغسله كده غسله من تحت تمام غسله اللي هي دين اللي من تحت اللي هو ده تمام اللي هو ده بخسله كويس قوي وبحط في كوباية فيها مياه وبحط فيه النعناع النعناع ممكن يقعد معايا ويزرع بقى ويقعد معايا بالاسبوعين ولو عاديين طريقة زراعة النعناع انا بزرعه برضو في البيت حب اقولكو عليها بس النعناع كده شايفين اهو ده بقاله دخل على اربع تيام بصوا عامل ازاي وبقطف منه بقى للشاي للمحشل اي حاجة النعناع بيسود النعناع اكتر اكتر خضار بيسود النعناع لو سبتيه يوم هتلاقيه تاني يوم اسود في التلاجة لأ حطيه كده وحطيه برا التلاجة عادي بيزيلك المطبخ وبيخلي راحته حلوة وكمان بيفضل على طول طازة الحاجة اللي بعد كده معايا يا بنات المطحنة المطحنة بتاعة التوابل انا كنت بخسل مطحنة التوابل كل ما اعمل حاجة اغسلها كل ما اعمل حاجة اغسلها ده غلط جدا اولا المطحنة التوابل لونها بيغير وتحسوا اللي هي يعني زي ما انتو شايفين بتعمل كده لون احسن حاجة لمطحنة التوابل العيش اي عيش عندك ناشف او يعني بايت وتروح يحطاه في المطحنة وطحناه خلاص اي ريحة فيها هتمشي مش هيبقى فيها اي ريحة كمان اي طعم اي حاجة وحتحفظي عن المطحنة اللي هي مش كل مرة تغسليها كتر الغسيلة المطحنة مش حلو للموس بيبرد الموس كمان وكمان بيغير لون المطحنة نفسها العيش احسن حاجة مش هيكرف حاجة على حاجة ولا هيبقى فيه مثلا الفلفل على الكمون احسن حاجة العيش تمام? وهينضافها معاك على طول الحاجة اللي بعد كده معنا البن البن تمام؟ كيفين البن البن اللي زي القهوة البن انا ساعات بيجيلي كمية كبيرة مثلا اللي هو بن العميد من الكويت او بشتري كمية كبيرة لو انا في مكان كويس مسافرة اي حاجة بجيب البن وبجيبه كمية كبيرة البن ما تسيبهوش ما تحطهوش كله في العلبة او تحطيه في التلاجة من تحت لأ احسن حاجة وتفضل يفضل نجحة البن فيه و يفضل كده كنه طوزة لسه لسه مطحون الفريزر تشيلي البن بتاعك في علبة في الفريزر هيفضل معاك وتاخذي منه وتحطي في العلبة بتاعتك تاخذي منه وتحطي في العلبة بتاعتك هيبقى تحفى معاك ولا هتحسي اللي هو بقاله فترة ويقعد معاك ايه في الفريزر فترة كبيرة غير كده كمان عايز اقولكو البن البن احسن حاجة ليه تحفظيه في العلبة المعدن بس مش اي علبة معدن تجيبي علبة معدن كده كويسة دي علبة ايكيا انتو عارفينها العلبة المعدن اللي هي الصيني والكلام ده كله لا بيصدي ومبحبتهاش تجيبي علبة معدن كويسة وتحطيه فيها لو ما لقتيش تحطيه في برطمان ازيز بلاش بلاستيك خالص مع البن وزي ما اتفقنا في الفريزر تحفظيه في الفريزر وما تخفيش قبل كده تسألت قلتولي البهارات او الحاجات دي لسه برضو هكلمكو عن الموضوع البهارات الحاجات البودر يعني في الفريزر بتبقى فيها مية لا ما تقلقيش خالص حطيها في برطمان كويس مغلف يعني في ليه كويس جدا وفي الفريزر ولا عمره هيدخل له مية ولا عمره هيدخل له اي حاجة البهارات بصوا بقى يا بنات البهارات عايزة حرص شوية في التعامل ليه اول حاجة ما تجيبيش بهارات كتير جبتي بهارات هتيها على قد اسبوعين ثلاثة شهر اكتر من كده ما تجيبيش لان البهارات طعمها بيتغير على طول وبترطب على طول وبتسوس على طول تمام طيب جبتي كمية رحتي قلتي مش كل يوم حفظة لانزل ستة كبيرة مش عارفة تنزلي فبتجيبي حاجتك بالطاعة فترة البهارات تاخذي منها تحطي برطمان صغير وبعد كده تحطي الباقي في الفريزر زي ما قلت لكم قبل كده البهارات تتحطي في الفريزر مش في التلاجة من تحت عشان برضو زي البون تعمها يفضل فيها وان نكحة بتاعتها تبقى بتفضل حلوة كأنها طازة تمام وانا بفضل انت بتجيبي البهارات وتتحنيها يعني صحيحة كده وانا بعمل كده الكمون في في الاسود الكزبرة الحاجات اللي هي كمان يعني كزا حاجة بجيبها بحطها زي ما هي كده وبطحنها في الفريزر وباخد منها وبطحنها تمام الكبابة الصيني كمان بطحنها بتبقى طحفة طيب حسيتي كده ان البهارات بتاعتك ابتدت ترطب وفيها ايه يعني ابتدت تكتل كده تمام في طاسة على اله اهي في طاسة صغيرة كده وتحطيها على البوتاجاز توطي عليها جدا وبمعلقة تقلبي ما تسيبهاش عشان ما تتحرقش تقلبي هتحس اللي هي اي رتوبة فيها تفضلي تقلبي شوية شوية كده وعلى نار هادية الرتوبة هتطلع منها خالص وحتحس كأنها طازة اولا راحتها يعني هترجع لها تاني النكهة بتاعتها هتبقى قوية جدا تاني الرتوبة بتاعتها راحت اخرت بقى ان هي تسوص خلاص لان اول حاجة بتبدأ البرهات فيها اللي هي بترتب وتلزق في بعضها وبعد كده خلاص بتسوص بيجي لها بقى سوص من الرتوبة دي فبتسوص فانت كده حفزت عليها ورجعت لها راحتها تاني وحفزت عليها اللي هي تسوص وزي ما قلتلك هتشيلها في الفريزة حاجة تانية عندك مثلا بصل باودر بصل باودر ده بيرتب على طول غير الحركة دي تحطي معاهم شوية رز الرز برضو بيمنع الترطيب بتاع البهارات الحاجة اللي بعت كده معايا يا بنات هي التوم استقلت كتير التوم انت بتعملي ايه بتخزيني ازاي الا ما بخزينش التوم انا كنت زمان اول ما تجوزت كنت بخزن التوم كانت ممطي يا الله يرحمها بتعمله وتدهولي تمام انا بحب بجيب التوم التوم دلوقتي قوانه بشيله اللي هو الاحمر ده بنقل هو الكبير وبشيله بجيب كم كيلو وبشيلهم عندي تمام اختي بتحطولي عندها في البلكونة وافضل تجيبلي شوية شوية كويس وبستعمله طول السنة يا اما بجيب اللي هو التوم ده طيب انا كنت الاول لما بحفظ التوم بحفظه ازاي للي دلوقتي قواني التوم واللي عايزة تحفظي في الفريزر اول حاجة التوم في اكياس او في علا بلاستيك حيملالك الفريزر تفتحي باب الفريزر لكنك فتحتي شوال توم بيبقى صعب جدا 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 التوم عشان تحفظي كويس في برطمانات ازاز برطمانات الازاز دي يا بنات تحفظي فيها التوم وتقفلي كويس وتخسلي البرطمان بعد ما تحطي فيه التوم من بره هيبقى معاكي طول السنة مفيش اي ريحة في الفريزر ولا اي حاجة تمام غير كده الاكياس وتغلي في الاكياس كويس وتربطيها وكيس جوا كيس جوا كيس او برطمان بلاستيك حيملالك الفريزر توم خلي بالك من النقطة دي عشان انت دلوقتي هتفرزي التوم فخلي بالك من النقطة دي السلسة ده اوان الطماطم برضو رخيصة وحلوة جدا وكان فيه كلام كتير جدا على موضوع السلسة تمام السلسة الجاهزة او السلسة اللي انت بتعمليها انا بعمل ايه يا بنات انا قلتلكوا قبل كده بس برضو كنتوا خايفين تعملوا نفس الحركة دي السلسة يا بنات انا بشيلها في متشلهاش في التلاجة من تحت التلاجة من تحت هتشليها هتقلبيها كده انا جربت الموضوع ده هتقلبي السلسة كده وهي مش متلجة عادية وتحطيها في الباب التلاجة من تحت تمام يا اما هتحطي عليها زيت طيب بس لما بتحطي عليها زيت شايفين انا عايز اقول لكم حاجة اي حرف من كده بصوا اي حتة سلسة بتبقى موجودة تغيرة كده ما كان ما انت بتغدي من المعلقة بتصوف فطبعا بتصوف فبتبوز بقية السلسة فاحسن حاجة احسن حاجة اللي انت تعملي السلسة تحفز السلسة تحطيها في الفريزر يا جماعة انا بحطها في الفريزر بقالي بتاع عشرين سنة وباخد بالمعلقة ما بتبقاش متجمدة قوي او ممكن احطها في المايكرويف بس مش بتبقى متجمدة قوي بشيلها فيها البرتمان مش بيفرقع ولا بيعمل اي حاجة كمان الطماطم اللي انا بعملها بسبكها بشيلها في البرتمان الازاية وبحطها في الفريزر بس قلتلك قبل كده من يوم مرة او ممكن في اكياز زي ما انت عارف زي ما انت عايزة لازم تخلي الطماطم الغايد هنا عشان بتتمدد التالج لما بيبقى فيها بتكتر وده بيكسر طبعا ما ده بيبقى مقفول كويس فبيروح مترش بس يا ما انش اي حاجة ما بيفرقعش ما بيقاش في حاجة خطر بس زي ما قلتلك البرتمانات البلاستيك دي ما فيش مكان في الاكياس للطماطم اللي انت بتفرزيها ملح اللامون انا كنت فاكرة زي زينات كتير ملح اللامون ده لما تحطي منه كتير وكده حينضف الحاجة ويخليها حلوة اولا هو ما يتحطش منه كتير في الاكل اه هو مادة حفظة بس شعرة في الاكل لما تيجي تعملي الفول بتاخذي حاجات بسيطة جدا بعمل كده مربى اي حاجة هو مواد حفظة تمام وبيفتح كمان الحاجة اه ملح اللامون خلي بالك منه كويس قوي ملح اللامون اه مع الاستمرارية وكتره النحاس اللي هو بتاع عيونه البتجاز بتتخرم حصل معي كتير جدا الجديد كمان وعملتلكو فيديو بيه اللي هو مع المعدن حاجات المعدن او التفقال او الجرانيت الحاجات اللي هي الحلل يعني وكمان بينقر في الاستلس كتره بيعمل خرم كده خروم كده في الاستلس وبعدين كمان بيصدي بيصدي الحلل فخلي بالك انت لما بتعامني مع ملح اللامون عشان فيه خلطات كتير بيشوفها بيعملوها بملح اللامون الليلي من الملح اللامون على قد ما تقدري في كل حاجة لانه بيجد مع الاواني والحاجات دي ووحش وكمان مع الصحة برضه مضر بالصحة لو زودت منه كتير البطاطس انا كان فيه اوقات بيبقى فيه بطاطس اللي هي بتاعت التحمير موجودة وبعد كده هتخلص وبيجي بطاطس اللي هي بتاعت مش تحمير تمام؟ فانتي عايزة تحفظي بتجيبك بطاطس كتير قوي وتحفظيها عندك في برا في يعني في المطبخ فبتزرع وبتخضر وكده وبتبوز انا كنت فاكرة برضه زي كتير برضه من الناس اللي هي ما ينفعش تتحطي في التلاجة لا البطاطس حطيها في التلاجة جبتي كمية وعندك مكان في التلاجة حطيها في التلاجة مش هيجرالها اي حاجة وهتحفظي عليها مدة اطول وحتيجي تحمري منها هتتتحمر وحتبقى جميلة جدا مفهاش اي حاجة فالمعلومة دي لو انت متعرفهاش اعمليها وجربيها بجد هتنفعك جدا لو انت مثل رمضان جاي علينا وعايزة مش بتنزلي كتير عايزة تحطي كمية بطاطس عندك حطيها في التلاجة متحطهاش برا في المطبخ العلب البلاستيك الفاضية تمام؟ انت بتحطي حاجات في العلب البلاستيك واكل بيبقى ريحته توم او بصل او ريحة اي حاجة فيها بتعود تخسلي فيها كتير اه دي حاجة بممكن تخسلي فيها وتنقعي فيها يعني هتروح معاك الريحة بعد كده بس هتاخد منك مجهود انت تعملي ايه لو عندك علبة فيها ريحة انا كنت زيكو برضو بعد اخسل كده وانقع حطيها في التلاجة يعني انت خسلت النهاردة علبة كده فيها بصل او فيها توم بالزال افتحيها وحطيها في التلاجة لمدة ربع ساعة نوص ساعة هتطلقيها مش هتلاقي فيها اي ريحة دي وصفة متجربة وطول عمري كانت اختي قايتلي عليها وطول عمري ماشي بيها بس كده هتخلي العيلة بتاعتك ولا في اي ريحة فيها اخر حاجة معايا يا بنات هي الرز البكوليات اي حاجة كده بتحفظي ازاي انا اوقات كتير مثلا الرز البسمتي ده بلاقي عليه عرض انا بحب اوي كمان الطاهية لو عليه عرض بجيب منه كذا واحد لانه بحبه تمام وماعنيش مكان في التلاجة لانه شايفين البرتمان عمل ازاي اوقات بجيب البرتمان كمان اللي هو 2 كيلو فبياخد مكان مني كبير اوي في التلاجة فبعمل ايه كنت قلتلكه قبل كده بس بعدها لك تاني اه وفي حاجة تانية برضو عايز اقول لكم عليها اول حاجة بحط فيه بفتح البرتمان وبحط فيه ورق اللورة ورق اللورة بيحفظ البقليات واي حاجة وقلت لكم كمان حتى الدواليب وتحت المراتب والكلام ده كله او بعمل ايه كمان او بحط فيه الفلفل اللي هو الحصى الصحيح ده الفلفل ده يا بنات بيحافظ على كل حاجة حتى انسي ساعات كمان كان وزمان يقولونا السجاد لما تيجي تلف في السجاد بتاعك وحاتشي ليه مدة كبيرة وانا عاملة كده برضو بحط الفلفل ده الفلفل ده تحيراشه جوه السجادة ولفها كده لفة السجادة رول وشايلها بيحافظ عليها ملعدة فحطي فلفل اسود حطي ورق لورة حطي برضو ممكن ملح الكلام ده كله بس الملح بي لما بتيجي ابتغذي منه بقى بيتعمل معاك بيروح معاك في المياه فبصراحة كم حاجة كده كم وحدة فلفل اسود عشان ما يبقاش كتير وحيروح معاك برضو لما تيجي تغسليه او كم واحدة ورق لورة تشليهم كده وانتي بتخدم الرز وتحطيهم تاني يارب بيكونوا النهاردة تستفدتوا من الفيديو ومتنسوش اللايك لو انتوا استفدتوا وكمان عايزة تعليقاتكم لو انتوا بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات قلولي برضو انا عندي لسه حاجات كتير وغلطات كتير واللي بيعيش ياما بيغلط وياما بيجرب فما تنسيش اللايك واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة